دعت البعثة الأممية في ليبيا جميع الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانبا ولم الشمل والمضي قدما مستلهمين القيم المثلى للمحبة وتعزيز سبل الأمن والازدهار في البلاد وحثت البعثة في تغريدة لها على تويتر على استغلال مناسبة العيد والسعي لإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق أماله في انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة كما عبرت عن أملها أن تعزز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا والحفاظ على السكينة العامة والهدوء إلى تونس حيث سجلت تقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود راجعا حادا في تونس وفي ترتيبها عالميا في ظل سيطرة الرئيس قيس السعيد على جميع السلطات في البلاد حرية الصحافة في تونس تتراجع 21 مرتبة تراجع سجلته منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة في العالم لتصبح تونس بذلك في المرتبة الرابعة والتسعين عالميا مؤشرات باتت واضحة في محاولات المساس باستقلالية الأعلام العمومي وأيقافات نالت عددا من الصحفيين على خلفية التعبير عن الرأي بعد الإجراءات الاستثنائية لـ 25 جميلة الصحفيين كانوا عندهم صعوبات كبيرة في تغطية كل التظاهرات المعارضة للرئيس قيس السعيد وإخرها في 14 جنوبي 2022 حيث رجعنا إلى المربع الأول هياكل القطاع الصحفي تصف الترتيب الجديد لتونس بالفضيحة محملين السلطات مسؤولية ذلك في ظل التضييقات على عملهم فبرأيهم هذا الترتيب جاء بعد تجاهل تحذيراته من محاولات توظيف الإعلام وتهميشه تراجع تونس بـ 21 مرتبة هو فضيحة للأسف لأن تونس كانت تعتبر المنارة الوحيدة في المنطقة العربية لحرية الصحافة وهذا التراجع هو بعيد كل البعد عن ما يتحمله الصحفي ولكن تتحمله السلطة لأن هناك تراجع في مستوى احترام حرية الصحفي تهديد الحريات بات الآن بحسب كثيرين مثبتا بتقارير دولية تتطابق مع مخاوف الأطراف الداخلية حيالها تهديدات أكد الرئيس سعيد مرارا أنها غير حقيقية وأنها محاولات لتشويه صورة البلاد داخلي وخارجيا تناقض ينقل التعاطي مع ملف الحريات من الاتهامات المتبادلة إلى التعامل مع أمر واقع يؤكد أنها ليست في أفضل حالاتها أكبر تراجع في مؤشر حرية الصحافة في تونس منذ الثورة هيكل القطاع تؤكد حجم الخطر الذي يواجه حرية الأعلام أبرز مكاسب ثورة الرابع عشر من يناير بما حمالته تحولات الحكم من نزوع لاستهدافها علي الجسم العربي تونس للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس محمد مهدي جلاصي رئيس النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين أهلا بك سيد محمد مهدي يعني بعد أن كانت تونس هي من أهم الدول العربية في حرية الصحافة والتعبير ها هو هذا التصنيف الآن يرجعها واحد وعشرين مرتبة والسبب كما تقول المنظمة إجراءات قيس السعيد الاستثنائية وحضرتك تحدثت عن تقرير أيضا بعد هذا التصنيف سيشرح أكثر الواقع الصحافة في تونس نعم هو تراجع هذا التصنيف يعني عادة يكون بناء على مؤشرات تعتمد هذه المنظمة مؤشرات تتعلق بارتفاع منصوب الانتهاكات والاعتداءات على الصحافة وعلى الصحفيين تتعلق بضرب حق النفاذ إلى المعلومة ومداء انفتاح الدولة التونسية يعني في تجاه تقديم المعلومة للصحفين والمواطنين هناك مؤشرات تتعلق بالوضعية المادية والاقتصادية للصحفين بالإطار التشريعي وبالمناخ العام لممارسة المهنة وكل هذه المؤشرات للأسف تراجعت كثيرا في تونس في هذه السنة المنقذية وهنا تجد الإشارة إلى أن هذا التراجع كان متوقع منذ سنة ومنذ أكثر من منذ 2019 في انتخاباته 2019 حين صعدت التائرات الشعبوية خاصة إلى البرلمان يعني منذ ذلك الوقت بدأ التهديد واليوم نجني ثماره بعد أعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 جوليا الماضي وبعد تركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية انتقلنا مباشرة إلى تضييق مباشر على عمل الصحفيات والصحفيين إلى اعتداءات وارتفاع كبير لوتيرة الاعتداءات من قبل سواء كانوا أمنيين أو مواطنين أو متظاهرين على الصحفيين ضربت مبادئ التعددية والتنوع في وسائل العلام وخاصة في التلفزيون العمومي الرسمي أيضا ضرب حق النفاذ إلى المعلومة وأصدرت الحكومة منشورا يمنع كل المسؤولين والوزراء من أنهم يتحدثوا إلى وسائل العلام دون ترخيص مسبق وهو تراجع عن مكسب كبير حقاقته تونس في 2016 وهو مكسب قانون حق النفاذ إلى المعلومة وحذرنا من هذا منذ أشهر طويلة حذرنا وقلنا أنه راهو هذه الممارسات اليومية هذا المناخ السيء والمتعفن لا يسمح بأن تتقدم تونس بل بالعكس سنشهد تراجع مخيف لمكان تونس في مكان تونس وكما تراجعنا في سنة المالية بمرتبة تراجعنا اليوم بـ 21 مرتبة في بلد مثل تونس على الأقل عربيا كان هناك استبشار بأن يكون له مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير والصحافة مقارنة بالدول العربية المحيطة ما الذي شجع على استسهال قمع حرية الصحافة والتعبير متحدثة في التقرير قالت بأنه لا يمكن تحميل الصحافة أي مسؤولية ولكنكم سلطة رابعة هل فقدتم هذه السلطة بالكامل؟ نعم بضبط هو لذلك أوضحت أن مؤشرات التصنيف تعتمد على أمور تتعلق مباشرة بالنظام الحاكم وفي السلطة الحاكمة ومدى تفاعل ومدى توفير السلطة الحاكمة لأي ضمانات لممارسة حرية الصحافة والتعبير هذا من جهة تقولين مسؤولية الصحفيين والمجتمع المدني وهيكلهم ومنهم نقابة الصحفيين نعم هناك مسؤولية ونتحمل مسؤوليتنا من خلال الدفاع على حرية الصحافة والتعبير من خلال تظاهراتنا وفعالياتنا المتواصلة وموقفنا المتواصلة المدفع على حرية الصحافة والتعبير وخاصة الرافذة لكل نزوع نحو الحكم الفردي والرافذة لكل اعتداءات على الصحافة والصحفيين ومنذ أعلن النجرات الاستثنائية كنا قد طلبنا بضرورة الضمان حقيقي وفعالي لحرية الصحافة والتعبير وليس فقط تاني الشعارات في الهواء ورغم ذلك واصلت السلطة هروبها إلى الأمام لم تستمع إلى أراء الداخل والخارج سيكونوا منظمات أو مواطنين أو أحزاب أو إلى المنظمات الدولية وواصلت في سياسة تقريبا غير مسبوقة لأول مرة في تونس نشهد انتعامل مع السلطة لا تتحدث مع شعبها الحكومة إلى اليوم رئيس الحكومة لم تخاطب الشعب أبدا منذ توليها منصبها وهناك تعتيم كبير على المعلومة والتضييخ كبير على عمل الأعلام هذا كل وجبناه في سابقة تاريخية لم تعيشها تونس خاصة بعد الثورة كل هذه الظروف لا تسمح كما قلت بممارسة المهنة بكل حرية وخاصة تضع كل المسؤولية على السلطة القائمة وعلى السلطة السيد الرئيس الجمهورية الذي يتحكم بزيمة الأمور منذ 25 جوليا الماضي إلى اليوم ما هي خياراتكم الآن؟ إذا على الأقل داخليا لا يمكنكم التحرك في ظل هذا القمع والجو القمعي الذي يتصفه دوليا منظمات دولية هل يمكن لكم التحرك في إطارها؟ لا نحن نتحرك داخليا في تونس نتحرك ميدانيا وأعلميا نتحرك بكل قوة وبكل حرية أيضا هذا حق تم افتكاكه بفضل دماء الشهداء وبفضل الثورة ولن تفتكه مننا أي جهة سياسية نحن نتحرك في تونس نحن نتحدث في وسائل الإعلام نحن نقوم بالاجتماعات العامة نقوم باللقاءات مع الصحفية والصحفية في مختلف وسائل الإعلام نصدر بياناتنا وموقفنا بكل وضوح وبوجوه مكشوفة ونخوض معركتنا من أجل الدفاع على حرية الصحافة والتعبير بكل ما نملك كما قلت بوجوهنا بجهودنا وبنظالنا هذا نقوم به وسنواصل القيام به إلى أن تستجيب السلطة أريد أن أقول أن هناك خطوة عاجلة وإجراءات عاجلة يجب أن تتخذها السلطة حتى تبين أنها سلطة كما قلت منذ قليل وزارة الخارجية قغلت في بيان لها أنها تحمي حرية الصحافة والتعبير نريد أن يكون هذا أمر واقع وأن تتخذ تونس إجراءات واضحة في علاقة بحق النفاذ إلى المعلومة في علاقة بتتبع كل الأعتداءات على الصحافة والصحفيين في علاقة بواقف التتبعات القضائية للصحفيين على خلفية تأديتهم لمهامهم بالسماح بحق النفاذ إلى المعلومة يعني كل هذا يجب أن يكون أمر واقع ولا يكون فقط مزارة شعرات ونحن كما قلت نقاوم وننظر من أجل الدفاع على هذه الحرية شكرا لك على هذه المشاركة معنا من تونس محمد مهدي جلسي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترجمة نانسي قنقر